فخلي أبدأ الأول بمربة المشمش وأقول لك التكنيك بتاعه عشان هو سهل جداً جداً هو المربة بيقول لك مزبوطة بالميزان ليه مزبوطة بالميزان؟ لازم تعرفي دي الفاكرة فيها سكر ففيه أنت بيدوقي السمرة أنت بيجيبها الأول بتشوف السكر فيها عامل إزاي؟ لو لقتيه عالي ومزبوط وطعمه حلو ما نزودش سكر قوي ده مهم جداً فأنا المفوضة اللي أنا بحط هنا على الكيلو قد إيه 750 جرام من السكر 750 جرام من السكر لو لو عايز أحطها على النار على طول من غير ما نقعه بحط معها كوباية مية كلام واضح وجميلة هوت وما فوش أي مشكلة لكن يفضل إحنا اللي ما نجي نعمل المربة إحنا نقاحها الأول في السكر فبتنزل المية بتاعتها فبجيب عندي المشمش وببدأ اللي أنا أفتحه كده على 2 وبنزل مئدين المربة آهو 2 كيلو من المشمش على الكيلو ونص من السكر أعتقد كده كله تفتح أهو على 2 كده تفتحيه وطبعاً انتوا عارفين من أشهر أماكن طبعاً فيه اللي هي بتزرع المشمش هي طبعاً العمار كده طبعاً عارفين ها بلد العمار وهو الموسم بتاع قليل مش كتير مثل البرتقان مثل البطيخ يعني هو شهر ومش هتلاقيه أهو محطت عندي الكيلو ونص من السكر كده أم وزعهم عندي أهوات على المشمش طيب وبعد كده بقوم واخده حطه في التلاجة لمدة يوم يوم كامل في التلاجة لحد ما يبدأ ينزل المياه ده عاملهم نبارح فقدام حضرتك أهوات بص بدأ ينزل المياه بتاعته بص بقى عامل ازاي ها دي قدام حضرتك أهوات ده مش محطط له أي حاجة خالص مجرد ما تبدأ يتحطيه هيبدأ ينزل المياه اللي موجودة فيه تمام؟ تمام بنقوم واخدينه بقى راحين فين عندي على النار حلة كبيرة وعلى النار هدية الأول نحط عندي مربط المشمش بسم الله النصيحة بس اللي بننصحها بلاش نحط بقى حاجات كده هنا ولحوس اللي حلة عشان الحاجة ما تسكرش مني والمربة ما تسكرش مني دلوقتي إلا هيحصل فيه هيبدأ يعمل رغاوي وهنشوفها دلوقتي مع بعض هنقل دهنا بقى شوية وكل ما يعمل رغاوي نقشطها كده ونطلحها برة ونبدأ اللي احنا نسيبها عندي على النار يكمل التسويان بتاعته ربة المشمش أهيت هتبدأ تطلع الرغاوي زي ما اتفقنا بس نسا ما قلبتش أكتر لما نيجي من الفاصل هتلاقي الرغاوة دي بدأت تقلب هبدأ أجيب عندي معلقة وشين عندي الرغاوة دية وبعد كده حط عصير اللمونة زي ما انتوا شايفين عملية المربة كلها ماشية تمام بناخد ما ناخدش الرغاوة دي لها فديت التقيلة دي ناخدها كده 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 حلو ونحطنا هنا الرغاوة التقيلة دي هاي دا هي دا هي دا هي دا هي كده هوا نقوم واخدينها حلو ونحطنا هنا في المعيار عندنا هنا طيب وهنا من الجنب كده فرشة فيها شوية مية ونبدأ ناخدها كده عشان زي ما اتفقنا ما تسكرش مننا هادي قدام حضرتك أهية وبعد كده اه وبعد كده ايه ندايها العصير اللمونة المحترمة بتاعتنا بص العصير اللامونة بقى يبدأ يكشف لك على طول المشمش شغل عالي وبعد كده ايه كل شوية بقوم واخدها هوت ونبدأ اللي احنا بلايه الحروف ديت نقوم حطيناها كده هوت حطينا من هنا وطبعا اللامون ده صبعا هيبقى مضة حفظة لمربة المشمش عندنا علي من اول ما بدأنا البرنامج مربة المشمش بسم الله الرحمن الرحيم ديوله تقليبة هد النار بقى عليه خالص نجيب الجوانب زي ما اتفقنا ودينا له عصير اللامون عشان ما يسكرش مني في نفس الوقت الشربات اللي بيبقى من الجنب او الحاجات اللي هي من الجنب الرغوي التقيلة ديت بنبدأ اللي احنا نشيلها اعتقد مش هيعمل رغوي تقيلة تاني هو كده تمام نبدأ اللي هو يقلب مع بعضه كويس وبعد كده بتلاقي تبدأ تتقل بس اما حاجة ما تعاليش النار انا بس معالي النار والله عشان عاني على الهوى فعايزة تلاحى لكواريك اللون لكن انت حاول ان انت تحطي نار تكون قليلة جدا ويا سلام ويا سلام بغد مش بتكلم بجد لو حكو سينة جوزة الطيب على المربة المشمش هتوديك في موضوع حتة تانية خالص واتنين قرونفل حبيتين قرونفل لون مصمار هتوديك في حتة تانية خالص في المربة هنا المربة المشمش عايزك تبص على اللون بدأ يبقى ايه غامق بقولك على كل المراحل اللي هتقابلك هتقاملك اول رغاو بيضة نحط على طول عليها عصير اللمون نديها تقليبة وننمسح الجوانب دي كويس جدا ونسيبها على انا هادية لحد ما المربة تزبط معايا وتعمل العرق المطلوب عندي لو في ايه رغاوة بيضة هيا بنبدأ ان احنا بنمشيها كده من جنبها ونزبط لها الدنيا وبدأ التامن العرق نوطي بقى خالص عليها انا فعلا والله وطيت عليها بقى هوا يا بشا مش هوا لا المربة هتبص بقى لو انا ايه قاليت عليها لانها هتلسع من تحت لازم ان انا عليها خالص لحد ما تبدأ تاخش عندي في العرق اللي هو ما اللي انا محتاجه والرغاوة بيضة دي تبدأ تختفي معايا نعرف اللي هي تبدأ تستوي معايا زي الفل بدأت تعمل العرق متاعها يهوت وما تسبيهاش على النار كتير خلي بالك لان او عملت عرق زيادة هتيجي تكليه هتلاقاها جمدة معاك شوية مربة محترمين جدا خلصوا خلاص انا طفيت عليها خلاص بقى تمام ادي العرق متاعها العرق متاعها هتزابط جدا تمام طبعا لما تتقل تتقل معايا اكتر مربة هو احنا ينفع اللي احنا نعملها بقى تبقى نعمة او اللي هي البوريت تعالوا نشوفها نعملها ازاي هاندي بلندر تمام اللي عايز يسيب القطع يسيب القطع زي من هوا صح احد يقول لي ايه دلوقت انا عارف انا عارف اللي في دماغ دلوقت ده ايه عامل ده احنا قلبناه كده امر الدين لا ده موضوع تاني خالص امر الدين ده عصر كولوكوز وشربات وموضوع تاني نهائي مختلف عن كده لكن انا بعمل هوا تبص المربة ناس ده عاملت ازاي دي الاسبرد تمام تقوم واخدها وتقوم حطها طبعا اوة في البرطمانات لازم تكون معقمة كويس جدا يعني غسلها بمية سخنة ومنشفها من اي مية عشان ما تبستش المربة كده تسيبها تبرد وبعد كده بصي بصي القوان بتاعها عاملت ازاي كريمة ايه دي قدام كل المربة قدام حضرك الاتنين كيلو على كيلو ونص تغديهم وتنقعهم في الزي ما اهو اهو هنروح وعيد ليه قد المشمش اهو تحطناه وحطينا السكر من فوق وهنحط فيه في التلاجة هتلاقي تاني يوم اللي حصل المية كلها نزلت اللي موجودة في صمرة المشمش بعد كده بناخدها نحطها على النار نشيل الرغاو البيضة وهي بتغلي نوطع علينا النار عايزة تخليها قطعة مفيش مشكلة عايزة تهرسيها بالهند بلندر اللي احنا عملنا به تطلع معاك ان شاء الله زي الفل اشتركوا في القناة